السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعتبر القروش أكبر الأسماك على الإطلاق معظمها مفترس ويذات نطاق واسع من الانتشار القروش ليست نوعا من الحيوانات ولا سلالة من هذه الأخيرة ولا حتى فصيلة بل هي رتبة تضم العديد من الفصائل وللتوضيح القط والكلب ينتميان لنفس الرتبة أي اللواحم لذا فهي مجموعة أعم من الفصيلة المميزات المشتركة بين أنواع القرش لا تملك القروش هيكل عظمي وتستبدله بناسج غضروفي كما أن أسنانها دائمة التعويض ومعظمها تعيش في البحار والمحيطات مع وجود استثناءات ناذرة لأنواع تعيش في المياه العذبة تعيش القروش في المتوسط حوالي 25 سنة وتصل سرعتها في المتوسط إلى ما يقارب الخمسين كيلومتر في الساعة ثانيا أنواع القروش كان هناك ما يقارب الألفين نوع عبر التاريخ أما اليوم فيوجد حوالي الأربعمائة وخمسون نوعا من أسماك القرش بمختلف الفصائل والأشناس وسنذكر أهمها واحد القرش الأزرق يعتبر هذا القرش هو الأكثر شيوعا وانتشارا ثم يحل بعده الأبيض العظيم وهو قرش متوسط الحجم يتغذى على الأسماك والمحار ويهجم الإنسان أحيانا لكن هذا يحدث نادرا جدا كما أن معظم هذه الهجمات لا تخلف آثار كبيرة ولا تسبب الموت وقد يصبح المفترس فريسة فهذا القرش غذاء للقرش الأبيض العظيم وأسود البحر لذا فهو قرش ضعيف جدا كما أنه شهده وهو يصطاد من قبل أغطبوط المحيط الهادي العملاق ثانيا قرش الثور هو قرش متواجد بكثرة عالميا لكن بصفة أقل من القرش الأزرق وكذلك القرش الأبيض يتواجد في السواحل يعرف هذا القرش بسلوكه الغير متوقع فقد يهاجم البشر فهو يعتبر أخطر نوع من القروش بالنسبة للبشر ويعتبر نوع كبير نسبيا ثالثا قرش النمر وهو نمر البحر يتواجد في مياه المناطق الاستوائية والمعتدلة واسمه مشتق من الخطوط الجسدية التي تشبه خطوط النمر كحال قرش الثور يعتبر هذا القرش من القروش التي لا يمكن تنبؤ بتصرفاتها وتعتبر من أكثر القروش مهاجمة للبشر يعتبر من القروش المتوسطة حجما وهو من القروش الغير مهددة بالانقراض إلا أن هذا الأخير لا يسلم من الصيد وذلك للاتجار بتعانفه رابعا قرش الحيد الرمادي يعتبر القرش صغيرة فيصل طوله إلى متر ونصف المتر للبالغة منها ينتشر في جزر المحيط الهادي وسواحل مدغشقر وساحل الغربي للهند ويعتبر غذاءا للقبائل المنتشرة في الجزر النائية خامسا قرش ماكو وقرش قصير وسريع ويتميز بزعنف ظهرية كبيرة تمنحه انطلاق سريع حيث يصل سرعته قرابة 70 كم في الساعة وهو جد واسع الانتشار فهو يعيش في معدن بحار والمحيطات يعتبر هذا القرش من القروش المتوسطة للحجم وقد تصل إلى 3.5 أمتر عند البالغة منها سادسا قرش المترقة بالنسبة لهذا القرش فهو فصيلة كاملة من القروش ونحن سوف نتحدث فقط عن قرش أبو مترقة العظيم وهو السلالة الأكبر والأكثر شيوعا في فصيلته يعيش في السواحل أهم المحيطات والبحار يصل طوله إلى 5 أمتار ونصف المتر فهو من القروش الكبيرة سابعا قرش أسود الزعاني ويتميز أيضا قرش الشيعب المرجانية يتميز هذا نوع أنه يتكيف بسرعة وهو من القروش الصغيرة لونه رمادي في الجزء العلوي والأبيض في الجزء السفلي ليساعده هذا على التمويه مع لون أسود في أطراف زعانفه وهذا سبب تسميته بهذا ليس ثامنا حبيب الملايين القرش الأبيض العظيم من أشهر أنواع القروش بلا منازع والأقوى وأكثره انتشارا ويتميز بذخم أنيابه وجثته فيصل وزنه إلى طنين ويعتبر من أقوى الكائنات البحرية على الإطلاق يصد الفقمات وأسود البحر والأسماك أما الدلفين فناذر ما يصدها لأنها قوية وسريعة جدا تاسعا القرش المتشمس يعتبر ثاني أكبر قرش يأتي بعده القرش الأبيض وقبله القرش الحوت يزن هذا القرش ثلاثة أطنان لكنه ليس بمفترس فيقتصر غذائه على العوالق والقشريات عاشرا قرش الحوت وأكبر سمكة على الأرض اليوم فقد يصل إلى 20 طن أي أكبر حتى من حيتان الأوركا وأكبر بعشرة أضعاف من القرش الأبيض العظيم لكنه ليس بمفترس فيقتصر غذائه على العوالق والقشريات لذا فهو لا يقارن بالقرش الأبيض العظيم 11 قرش السودات القيشي وقرش ذو حجم كبير فقد يصل طوله إلى 5 أمتار ووزنه قرابة 600 كيلو جرام ويتميز بأن له 6 شقوق خيش مية عكس باقي القرش التي لها 5 شقوق خيش مية 12 وأخيرا قرش العفريت هو من القروش التي تواجدت من ما قبل التاريخ وهو صغير الحجم إلى متوسط ويتميز بشكله الغريب وهو ناذر والمعلومات عنه جد قليلة حتى في وكيبيديا والآن تنبذ بعض الخرافات عن القروش الخرافة الأولى القائلة أن القرش يهاجم البشر بغية أكل لحمه لكن هذا غير صحيح كل ما في الأمر أن القرش يصطاد البشر عن طريق الخطأ وسرعان ما يدرك هذا ولكن بعد أن يسبب أذى كبير للإنسان فما نحن نعتبره إصابة كانت قادرة أن توذي بحياتنا ويعتبرها من جرد خطأ ولدينا خرافة ثانية القائلة أن القروش لا تصاب بالسرطان وهو قول خاطئ فقد تم تسجيل حالات ورم سرطان ينمو في فم القرش ولذا فهذا الكلام غير صحيح إلى هنا انتهت حلقتنا اليوم إن أعجبك الفيديو لا تنسى تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا على المشاهدة